المزيد من تفاصيل ينضم وليا الزميل أحمد سنجاب مراسل القائرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت أحمد بعد التحية فيما يبدو أن هناك تصعيد كبير تصعيد آخر من قبل لبنان وحزب الله على الحدود الجنوبية للبنان الشمالية لإسرائيل آخر التحديفات آخر التطورات فيما يتعلق بهذا التصعيد وانعكاسه على الجانب اللبناني نعم تحياتي لك في البداية بالفعل هناك تصعير وخصوصا بعد التساع رقعة الاستهداف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية منذ قليل كانت هناك ثلاث غارات جوية إسرائيلية على ثلاث أهداف مختلفة في منطقة بعلبك التي تقع شرقي لبنان والتي تبع اضطرابة مائة كيلو متر عن الحدود اللبنانية الجنوبية الغارات الثلاث استهدافت إحدى هذه الغارات استهدافت منزلا وغارة أخرى استهدافت منطقة مفتوحة وغارة ثالثة استهدافت أيضا منشأة في طريق واصل بين عدد من البلدات في منطقة بعلبك هذا التطور النوعي الكبير والمستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية ينفر بمزيد من التصعيد ومزيد من العمليات من الجنوب اللبناني حصيلة العمليات على بعلبك حتى الآن منذ مساء أمس وحتى الآن سبع غارات جوية إسرائيلية استهدفت منشآت ومناطق في نطاق محافظة بعلبك وهذا التطور هو تطور كبير وخطير لأن هذه المنطقة لم تستهدف بهذه الكسافة منذ انتهاء حرب تموز عام 2006 في المقابل نفذ حزب الله اللبناني اليوم عمليتين من الجنوب اللبناني يجي ربما أكبر هذه العمليات كان استهداف مقر لقيادة الدفاع الجوي وأيضا المسايرات في قاعدة عسكرية إسرائيلية تبعد برضو أيضا بمسافة كبيرة عن الحدود الجنوبية تم استهدافها بأكثر من 100 صاروخ قبل في الساعات الأولى من صباح اليوم كانت هناك أيضا عملية تجاه إحدى المنشآت العسكرية الإسرائيلية المتخمة للحدود ولكن العمليتين جاءت ردا على الاعتداء على منطقة بعلبك نساء أمس ولكن التطور اليوم والعمليات المفذت اليوم من قبل جيش الإسرائيلي في بعلبك بالتأكيد سستصنع ردا من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة وما ينظر بتصايد خطير على الجبل الجنوبية اللبنانية والشمال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة المقبلة أهلا باتتحدث عن أكثر من 100 صاروخ من قبل حزب الله تجاه إسرائيل هل هذا هو العدد الأكبر الذي يقوم حزب الله بيطلقي على إسرائيل منذ 7 أكتوبر؟ نعم بالفعل هذا هو العدد الأكبر في عملية واحدة من الجنوب اللبناني باتجاهها الأسكرية الإسرائيلية هذه العملية جاءت ردا وربما انتقاما من الاستهداف الذي طال أربع مناطق بعلبك مساء أمس وهذا الاعتداء هو اعتداء نوعي يوسع من دائرة الاستهدافات الإسرائيلية في الدولة اللبنانية وبالتالي كان الرد بهذه الكمية من الصواريخ تجاه هدف واحد في عملية واحدة نكفزت في السابعة من صباح اليوم وفقا لبيان لحزب الله وحزب الله من المرات الأساسية والمرات القليلة التي يتحدث فيها عن سبب هذا الاستهداف أنه ردا على الاعتداءات في بعلبك على المدنيين وخصوصا أن هذه الاعتداءات أصفرت عن استشهاد مدني على الأقل وإصابة ستة أخرين قضلا عن كسائر مادية كثيرة بالإضافة أيضا إلى أن بعلبك دخلت في دائرة الاستهداف الإسرائيلي بشكل كبير مما قد يستتبع أيضا إجراءات أو عمليات نزوح أو توسيع لدائرة الاستهداف فيها الأراضي اللبنانية وأيضا نظر الحرب المفتوحة باتت تظهر بشكل واضح خلال الساعات القليلة الماضية مع التصعيد الكبير بالأمس نفذ أيضا حزب الله عدد من العمليات النوعية ربما أبرز هذه العمليات النوعية استهداف منشاة عسكرية إسرائيلية بأربع مصيرات حجومية أيضا استهداف القاعدة التي تم استهدافها اليوم بعدد من السواريخ استهداف أيضا عدد من المنشاة على طول الحدود هناك ثمانية عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني بالأمس بالإضافة إلى التصعيد الذي تم اليوم وإطلاق مئة ساروك على مقر لقيادة الدفاع الجوي في الشمال الإسرائيلي شكرا جزيلا أحمد سنجاب مرسل قارئة الأخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيلا لك